القايمة ما خدهوش الخواجه عنده شريف وافشة ماينفعش الجامع بينهم ماعرفش من البداية في الاول خد الاثنين بعد كده ماخدش الاثنين بعد كده خد شريف وسب افشة بعد كده خد افشة وسب شريف فما ماكسبوه دي فزورة يعني فيه فزورة كده ولك اعمل عود كابريت ده وتحلها يعني هو الفكرة كلها هؤلاء الاثنين بقى ملعبوش في مكان بعض لكن واضح ربطهم ببعض والله انا ساعات اقول الدنيا بتحل نفسها ما انت برضو عمالين نقول رجوع اللعيبة من المنتخب يعني اما بيسيب لك بعض اللعيبة هو ياخد الافضل اللي يخدم المنتخب خد سبعة من الاهنين اللي يخليني ما تدرش من القرار ذهنية محمد شريف لو محمد شريف بالصلابة والنطق الكافية تمثله دوافع على فكرة هو كان عائل جدا كتب ان انا قلبي مع المنتخب وكل التوفير للمنتخب واحنا كلنا خلف فرينا الوطن عشان يروح كسر وبعدين انت كان محمد هاني ليه الامطار الاخيرة موجود وبجدارة الحقيقة لكن اصيب فانت برضو ما تعرفش الخير فين لكن انا مش فك مؤكد ان الباكرايت قد يعاني لان انت عندك لعيب واحد اصلا ده مش مكانه عمر كمال وخد مع عمر جابر كبا دين ليه ربنا وفقه بس بخدرات مختلفة مش بتاعته لعيب يلعب يعني لو انت عايز الشيق الهجوم على حساب الشيق الدفاعي ليأكل حيكون لانه يلعب كويس وحريف وعنده انما اذا كنت عايز في الاساس الصلابة الدفاعية اولا انت كنت محتاج حد لكن هتقول ايه ما هو برضو كمان الدوري ما بيفرزلكش في المكان ده كتير لا ناحية اليمين ولا ناحية الشمال رغم ان ربما يكون في منتخبات الناشئين في حلول لهذا الامر بس قدام شوية طيب في منتخبات الناشئين هو لقط ما تيجي البارك لمحمود جابر على الفوز بشمال افريقيا يعني الحقيقة ست انتصارات ولا خمسة خمسة وكلها على فرق من التصنيف الاول في القارة فشيء جميل يعني انك انت كسبت كل مطشاطك ده محمد وعب تقصد محمد وهبة اه عمر عمر الاكبر محمود جابر الفري الاكبر الفري الاكبر وبين الله ربناه فهو كمان شاء الله مع مجموعة كويسة اه محمد وهبة الحقيقة هو دي اول تجربة له مع المنتخب يحيى يعني وحتلاقين معظمهم اولاده يعني هو كان في النادي الاهلي فطرة بفكر معين وهو كان مع مستر كورفر عملوا التجربة الرائعة للحد النهاردة الاهلي يقطف من ثمرها اي فنتمنى ان يعني دي تكون بداية انطلاق الفرق الناشئين عندنا في مواهب جامدة